هذا وتعززت البنية التحتية الرياضية في مختلف مناطق المغرب بإنجاز عدد من المراكز السوسيو الرياضية وتأتي هذه الإنجازات تجسيداً لسياسة الاجتماعية التي ينهجها الملك محمد السادس لتدعيم مختلف مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والرمية إلى محاربة الإقصاء الاجتماعي من أجل تنمية بشرية متوازنة مستدامة وشاملة للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا اللحظة نجات متفسود نجات مساء الخير مساء الخير محسن ومساء الخير لكل مشاهدين الكرام في إطارها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم إنجاز وإطلاق مجموعة من مشاريع المراكز السوسيو رياضية للقربة التي تلعب دوراً هاماً في خلق فضاء مؤثر لممارسة مختلف الرياضات وتعزيز اهتمام الجيل الثناشئ بالنشاط الرياضي في مراحل عمرية مبكرة وتأهل الشباب والارتقاء بقدراتهم وتطوير ملكاتهم يتم اعتماد هذه المراكز لتحقيق مجموعة من الأهداف بينها التخفيف من النقص المسجل في البنية التحتية الرياضية خصوصاً ملاعب القرب وتمكين الساكن من الاستفادة في إطار ملائم لممارسة أنشطتها الرياضية إلى جانب تقريب الممارسة الرياضية من الأحياء الشعبية ومحاربة الإقصاء الاجتماحي في الوسط الحذرية وحسب معطيات وزارة الشباب والرياضة فقد بلغ حدد المراكز السوسيو الرياضية للقرب حبر مختلف جهات المغرب إلى حدود شهر مارس من العام 2016 665 مركزاً إضافة إلى المراكز المحدثة خلال السنوات الماضية وقعت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والملكة ووزارة الشباب والرياضة وصندوق التجهيز الشماعي شهر فبراير الماضي اتفاقية من أجل إنجاز برنامج يمتد ما بين 2018 و2020 ويهم بناء ملاعب للقرب بالمجالين القروي وشبه الحذري ويتضمن البرنامج الذي يأتي في إطار التعاون بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية بناء 832 ملعباً للقرب ميزانية إجمالية تنهيز 600 مليون ذرهم وذلك في ظرف 36 شهراً ولإنجاح هذا البرنامج الهادف لتشجيع الممارسة الرياضية والنهوض بأوضاع الشباب سيتم إحداث لجنة للتنسيق والتتبع يرأسها وزير الشباب والرياضة وتتكون من ممثلين للأطراف المحنية وبما أن المدن أخذت حصتها فإن العالم القروي تقول الوصارة الوصية سيحظى بالأولوية على مستوى تنفيذ برنامج ملاحب القرب لتمكين شبابه من فضاءات ملائمة للممارسات الرياضية نهاية أوملة في اليوم شكراً على وفائكم أودعي لكم شكراً على وفائكم شكراً على وفائكم